صورة دي معبر عشان ناس تكاف منها العدو بتاعنا دوا بيصيب حوالي 50-60% شعب المصري الاصابة بتاعته سهلة جدا 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 أكل في مطاعم أكل في أماكن غير نظيفة شربوا مية ما هيش بدرجة نقاءة كويسة وزي ما انت قلت في بداية الحلقة ان احنا الهدف بتاع البرنامج والهدف بتاع قناة التوعية الصحية ومن بداية الالاج بتاع الأميبة الدزمترية والأمراض اللي بتتنقل عن طريق فيك الأورال روت يعني أمراض التالي عن طريق من البراز إلى فم المريض التاني كلها كلها محتاجة توقاية صحية محتاجة وقاية قبل الالاج لكن لو واحد أصيب أولا كيفية الاصابة كيفية الاصابة زي ما قلت الوقت عن طريق أكل والشرب من مصدر غير صحية أكلك في البيت بقدر المستطاع ولو اضطريت برق كن حريص انك انت تاخد حاجات مضيفة الحاجة التانية ازاي تكتشف ان انت عندك دوزنتاريا أميبية مجرد ما تبدأ تحس بأعراض القلون ان عندك انتفاخات غازات هزال ضعف عام ما فيه شهية للأكل مرات إسهال مرات إمساك القلون بيعاني يؤلم